مجلس النواب المغربي يعقد الجمعة دورة جديدة وملفات كثيرة يرتقب أن يدرجها المجلس على جدول أعماله حيث تشرع لجان مجلس النواب في العمل وبرمجة مواضع لاجتماعاتها وذلك بعد العطلة الصيفية وانتهاء الدورة العادية في إبريل الماضي وتعقد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغارب المقيمين في الخارج اجتماعا لتدارس أربعة مواضيع في مقدمتها مستجدات الملف الصحراوي وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران حسب ما ذكرت مواقع إخبارية مغربية كما حددت اللجنة موضوع تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وحصيلة مشاركة المغرب في مؤسسات الاتحاد الإفريقي وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطا الذي يرتقب أن يحضر انطلاقة دورة مجلس النواب كان قد عاد الأربعاء من زيارة للولايات المتحدة الأمريكية حضر خلالها نقاش مجلس الأمن الدولي لتطورات قضية الصحراء الغربية التي أدرجها ضمن جدول أعماله في سبتمبر الجاري وقال بوريطا عقب اختتام جولته إلى أمريكا إن المحادثات التي أجراها مع الأمريكيين تطرقت بالإضافة للقضية الصحراوية إلى ما تصفه المملكة المغربية بالتواطئ الإيراني مع جبة البوليساريو وقال إن ذلك يذير اهتمام المسؤولين الأمريكيين بشكل بالغ على حد تعبيره وكانت المملكة المغربية قد أعلنت قطعها العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية معطيات وصفها وزير الخارجية المغربي حينها بالدقيقة تؤكد تورط حزب الله اللبناني وبمساعدة من السفارة الإيرانية بالجزائر في دعم جبة البوليساريو لتكوين قيادة عسكرية وتدريب عناصر من الجبهة على الحرب فضلا عن تسليمها أسلحة غير أن إيران لم ترد على تلك الاتهامات